شدينا التساعة صباحاً موعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع دينا اتفضل يا دي شكراً لك جومانا التساعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة تنفيذ الخطط التنموية في محافظة الوادي الجديدة وذلك للاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة مع توفير مقاومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهل المحافظة جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع محافظة الوادي الجديد محمد الزملوت للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في المحافظة خاصة في قطاع الزراعة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية المختلفة في محافظة الوادي الجديدة كما تم عرض سير العمل في المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلال التوسع في إنتاج التنبور بمحافظة الوادي الجديدة فضلا عن جهود زراعة الزيتون وإنتاج زيت الزيتون وأكاد تنصيق القائم مع الجهات البحثية في مصر لزراعات النباتات العطرية والطبية وتوطين صناعات قائمة عليها في المحافظة وقعت مصر والإمارات والأردن على وافيقة التعاون الثلاثي لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الدول الثلاثة جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس وزراء الأردن بشر خوصاونة ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات سلطان بن أحمد الجابر وذلك بأبو ظبيا يأتي التوقيع على الوثيقة المبادرة انطلاقا من توجيه القيادة السياسية في الدول الثلاثة وتماشيا مع القناعة الراصخة بضرورة تنمية القناعة الصناعية في كل منها وتعزيز الاستفادة من المزايا والموارد والإمكانات والخامات والقدرات والخبرات أيضا وذلك بهدف تأسيس صناعات التكاملية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه وتوفير فرص عمل متخصصة أدان البرلمان العربي اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين باحة المسجد الأقصى المبارك وأضف البرلمان العربي في بيان له أن اقتحام باحة المسجد الأقصى ينظر بخطوات تصعيدية واستفزازية تؤدي إلى مزيد من الاحتقال بالمنطقة داعيا المجتمع الدولي إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات كونها ستدخل المنطقة في حالة من عدم الاستقرار أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن التحرير دونباس في شرق أوكرانيا هو أولوية غير مشروطة بالنسبة لموسكو وأضف لافروف أنه بالنسبة لباقي المناطق في أوكرانيا على الناس أن يقرروا مصيرهم في تلك المناطق في الوقت نفسي قال لافروف أن الغرب أعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة وأنه من غير المرقح أن يتم رفعها أعلن حاكم لوهانسك أن قوات روسية دخلت وسط مدينة سفيرون دونسك من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلودمير زينيسكي أن البنية الأساسية في مدينة سفيرون دونسك شرق أوكرانيا دمرت بالكامل وقال زينيسكي في خطام له أنه تم تدمير أكثر من ثلثي المساكن بالمدينة ارتفعت حصيلة الضحايا بسبب الأمطار الغزيرة على منطقتين ريسيفي شمال شرق البرازيل إلى 56 قتيلا على الأقل وأكد الدفاع المدني البرازيلي أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين وأن هناك نحو أربعة آلاف تم تشريدهم جراء الأمطار الغزيرة وتسببت العصفة بانزلقات أتربة على سفوح التلال وفيضان أنهار وسيول كبيرة من الوحل جرفت كل شيء في طريقها ورياضيا يلتقي الأهل اليوم مع الوداد الرياضي المغربي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وأنهى الأهل مرانه الختامي بمشاركة جميع اللعبين واخذ فقرة إحماء قبل انخراج في بعض الجوانب الفنية والخططية الخفيفة خلال تدريبات الكرة ويخود المارد الأحمر نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة عشر في تاريخي وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب بواقي عشر مرات منها آخر نسختين بينما يخسر الأهل الي النهائي أربع مرات نهاية مجزء التاسعة فاصل ونوض لحظاتكم الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر